ترجمة نانسي قنقر يعني ما هي أوجه أو مضامين هذه الرؤية البرلمانية مساء الخير أخي الكريم شكرا لك هذا السلام الكريم طبعا كما تعلمون أن مشكلة الأمن القضاء العربي أصبحت تمثل تحبيا خطيرا للدول العربية ودول عالم كافة خاصة في الأول الأخيرة وهي طبعا من التحبيات التي لا تحتمل أي تحير في التصدي لها لأنها تتعلق بحياة معيشة الشعب العربي لذلك عمل البرلمان العربي على تخصيص مؤكمرها الخامس مع رأسان مجالس والبرلمانات العربية حول هذه الغضية طبعا وعد مشروع وثيقة تضمن خريطة عمل رؤية برلمانية لمعالجة مشكلة الأمن القضاء العربي وقد عملنا وقد نمكان في البرلمان العربي على أن تتضمن هذه الوثيقة أبرز التحبيات التي تواجه أمتنا العربية في هذا الملف العام وتقديم عددا من التوصيات التي يمكن أن تساهم في معالجة هذه الغضية طبعا حرفنا كذلك على إشراك كافة البرلمانات العربية في إعداد هذه الوثيقة من هنا كانت الاجتماعات التحضرية أمس بشركة مسل رأساء البرلمانات العربية لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع الوثيقة قبل اعتمادها تم اعتماد رأساء البرلمانات يوم السبت رغاد إن شاء الله في مغارجة مع الدول العربية كما تعلم بأن الوثيقة بعد قرارها اعتمادها من رأساء البرلمانات العربية سترفع إلى القمة المقبلة على مستوى القادر العرب وطلع الفرلمان العربية دائما نقدم رؤية معينة لكل القمم العربية من خلال رؤية شرعية برلمانية العربية نعم إذن ما هي التوصيات التي تتوقعون أن تجمع عليها الدول العربية فيما يتعلق بملف الأمن الغذائي طبعا بحكم مهمية هذا الملف الوثيقة تجتمل على 12 توصية أو مقترح كانت كلها محل جمع بين ممثلين برلمانات العربية وأبرزها في مراجعة تحديث التشريعات العربية من أجل نظام قدائي عربي أكثر استدامة ومرغنة وطبعا تعطينا التكنولوجيا وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية وحوكمات إدارة المارد المائية العربية وتعزيز الاستثمارات العربية البينية واتخاذ خطوات تكاملية جادة في مجال الأمن القدائي طبعا تنمية التروار الحيواني والسمكية والدولة شاصمة القدائي عربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي العربي ذاتيا خاصة أوقات الأزمات وهناك مقترحات أخرى يتضمنها مشروع الوثيقة نحن طبعا في البرلمان نحن في الوطن العربي نمتلك كثير من مغومات التكامل اللازمة لتحقيق الاكتفاء العربي في مجال الأمن القدائي لدينا الأراضي العربية الشاسعة الصالحة للزراعة وكذلك لدينا الأيدي العامل الماهرة القادرة على أنها تكون بالأمر الفنية والوفرة المالية لدى عدد كثير من الدول العربية لكنها ما نتخلق معك واضح نحن نحتاج إلى إرادة حقيلة تثير هذا التكامل على أرض الواقع وإذا طبعا ما تم التركيز عليه في الوسيقى نعم من القاهرة سعادة سيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي شكرا جزيلا لك